ترجمة نانسي قنقر شمال الكويت وشمال غرب الكويت لفترة بسيطة انخفضت إلى أقل من 500 متر ومن ثم عادت الرؤية إلى أكثر من 3000 متر أيضا بعض الأمطار كانت على المناطق السكنية ومدينة الكويت حاليا الطقس في مدينة الكويت رطب نسبيا الرطوبة الحالية 60% والحرارة الحالية 27 درجة مئوية والرؤية الوفقية حاليا 8000 الهواء حاليا جنوبي شرقي سرعتها 7 كم في الساعة صورات الغمر الصناعي توضح سماء صافية حاليا من الغيوم المتوقع تكاثر بعض الغيوم أو ظهور بعض الغيوم حتى يوم الجمعة وفرصة بسيطة لأمطار متفرقة يوم الجمعة لكن الرياح راح تنشط يوم الجمعة من مساء أو من بعد ظهر يوم الجمعة تدريجيا راح تنشط الرياح الجنوبية الشرقية صاحبها إثارة للأتربة ومتوقع انخفاض الرؤية الوفقية إلى يوم السبت راح يتحول الهواء إلى شمالي غربي أيضا نشط السرعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم في الساعة يوم الجمعة متوقعين تصل إلى أكثر من 50 كم في الساعة مثيرة القبار قد تنخفض معها رؤية الفقية بسبب غواء وطقس مقبر راح يستمر إلى يوم السبت ومتوقع أن يستمر إلى الساعات أو النهار السبت ومن ثم يبقى القبار العالق تدريجيا يتلاشى وتتحسن الرؤية الفقية أما الطقس المتوقع حتى منتصف هذه الليلة درجات الحرارة راح تكون ما بين 25 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية ويستمر طقس رطب نسبي مع الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة قد تصل 35 كم في الساعة على بعض المناطق خاصة الجنوبية خاصة على البحر أما باتشر الساعة صباح الأولى تظهر بعض الغيوم أو طقس قائم جزئي راح يكون وتستمر الرياح الجنوبية الشرقية درجات حارة ما بين 24 درجة مئوية في قرب الكويت و26 درجة مئوية على السواحل والمدن أما الهواء سيستمر سرعتها ما بين 10 إلى 35 كم في الساعة خاصة على البحر والمناطق الشمالية أو الجنوبية الشرقية أما باتشر الظهر أو بعد الظهر الساعة 3 تبدأ تنشط الرياح الجنوبية الشرقية تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة أو 45 كم مع درجات حارة ستكون ما بين 34 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية في القرب وطقس قائم جزئي وفرصة خفيفة لأمطار متفرقة نلاحظ سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 45 كم في الساعة خاصة بعد الظهر باتشم ستنشط تدريجي يرتفع معها الموج إلى أكثر من خمسة أقدام لكنها ستنشط أكثر خلال المساء نلاحظ سرعة الرياح ستصل إلى أكثر من 50 كم في الساعة تثير الغبار وتنخفض الرؤية الوفقية على بعض المناطق ودرجات حارة ستكون ما بين 27 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية واستمرار الغيوم حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة سيكون خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 إلى 5 قد يعلو أحيانا خاصة مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية قد يصل إلى سبعة أقدام المد الأول الساعة 9 و12 دقيقة صباحا المد الثاني الساعة 38 دقيقة مساء جزر الأول الساعة 27 دقيقة بعد منتصف الليل الجزر الثاني الساعة 52 دقيقة مساء أما موعد أذان الفجر قدر ساعة 3 و31 شروق الشمس الساعة 4 و59 قروب الشمس الساعة 36 دقيقة أما طقس المتوقع خلال الأيام المقبلة إن شاء الله درجات الحرارة ستكون حول المعدل ما بين 36 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية للعظمى أما الصغرى ما بين 23 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية يوم الجمعة والسبت ستكون هناك رياح نشطة جنوبية شرقية يوم الجمعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلمتر في الساعة وطقس مغبر من مساء يوم الجمعة سيستمر إلى يوم السبت نهار يوم السبت ثم تدريجيا تخف رياح قد تصل سرعتها يوم السبت أكثر من 45 كلمتر في الساعة أما يوم الأحد ستهدأ رياح تدريجيا إن شاء الله من 10 إلى 35 كلمتر في الساعة شمالية غربية يوم السبت ستتحول إلى شمالية غربية تستمر يوم الأحد والأثنين والثلاثة ستكون سرعتها ما بين 10 إلى 35 كلمتر في الساعة حابة نوه خاصة الأخوة مرتادين البحر أخذ الحيط أو الحذر خلال هذه الأيام بسبب نشاط الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلمتر في الساعة متوقع أن تصل هباتها إلى 60 كلمتر في الساعة كذلك الأخوة مرتادين أو قادين المركبات على الطرق السريعة خاصة بالبرية أخذ الحيط أو الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية المفاجئة بسبب الرياح النشطة ومتابعة النشرات التي تطلقها الإدارة العامة الطيران المدني ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية النشرات عبر حساباتها كويتمت على حسابات التواصل الاجتماعي أيضا تطبيق إدارة الأرصاد الجوية الهواتف الذكية كويتمت أيضا متابعة النشرات الجوية عبر تلفزيون دولة الكويت وإذاعة دولة الكويت كانت هذه النشرة الجوية أعزائي شهادين نتمنى لكم السلام والآن نترككم مع درجات حارة والطقس المتوقع حول العالم والله تعالى أعلى وعلم